السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال سأل نظيره الجزائر عمار بن جامع حول وجوده في العاصمة الفينيزويلية كاركاس رغم حصوله على تفويد من المجموعة العربية للدفاع عن قضاياها في نيويورك في مجلس الأمن الدولي وذلك ردا على الادعاة التي روجها بشأن قضية الصحراء المغربية خلال اجتماعات اللجنة الرابعة والعشرين وقال له فضلتم إعطاء الأولوية لأجدنتكم الوطنية أجندة الجزائر بشأن قضية الصحراء المغربية وانشغالها المراضي بها محمد بن عب السفير الممثل الذائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال واجه نظيره الجزائري بانشغال بلاده المراضي بصحراء المغربية مبرزا أن لجنة الأربع والعشرين تتذاول بشأن العديد من القضايا غير أنه لم يتطرق سوى للصحراء المغربية ولم يتجرأ على التحدث عن القضايا الأخرى وفي رده على الدعاء السفير الجزائري أن بلاده تنتظر بفارغ الصبر تسوية قضية الصحراء وأسباب تكرار طرح هذا السؤال خلال أشغال اللجنة قال السفير المغربي إن الجزائر هي المسؤولة عن تجميل جهود حل هذا النزاع الإقليمي مشيرا إلى أن الزمن توقف عندها في العام 91 تسعمائة وألف بشأن خطة تسوية عمر هلال نبه إلى أن الجزائر لم تسايع تطور العالم ولم تعين سقوط جدار برلين وتغض الطرف عن 107 بلدان تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي وعن عدد القنصليات التي تم فتحها في مدينتي العيون والداخل المغربيتين كما أن الجزائر يضيف المتحدث لم تدرك أن مجلس الأمن انتقل من خطة التسوية إلى الحل السياسي الذي يستدعي التفاوض بين كافة الأطراف وبخصوص إشارة السفير الجزائري إلى الانتقائية في حق تقرير المصير أكد هلال أن الشعب القبيلي ينتظر تقرير مصيره منذ أزيد من 150 عاما في المقابل تسر السلطات الجزائرية على إرهابه وسجنه وحرمانه من حريته وأبسط حقوقه المشروعة وفي سياق إماطة اللثام عن مسؤولية الجزائر في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية تابع هلال مساءلة ناظره الجزائري حول تورط بلاده في عرقلة العملية السياسية بإيواء وتسليح وتمويل والترويج دبلوماسيا لحركة انفصالية إرهابية مؤكدا أن الجزائر هي من اقترحت على المبعوث الشخصي السابق جيمس بيكر تقسيم الصحراء المغربية بين المملكة والحركة الانفصالية الإرهابية في 2002